استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بمقر الهيئة وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بمقر الهيئة وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية بحضور اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميدني والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة وأكد رئيس هيئة قناة السويس على الاهتمام الكبير الذي تليه الدولة المصرية لمشروعات تطوير قناة السويس انطلاقا من أهميتها الاستراتيجية ودورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية فيما أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن أهمية قناة السويس باعتبارها شريانا حيويا للعالم أجمع مشيدا بالرؤية المصرية لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس كما تضمنت الزيارة جولة بحرية بقناة السويس الجديدة تابعوا من خلالها انتظام حركة الملاحة داخل القناة تأتي الزيارة في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات وكذا المساعي المشتركة لدعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات الراهنة